بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أكتر من سؤال بخصوص حكمة الله في التجارب الصعبة يعني في قصة واحد باعتها أنه فقد شريكة حياته في مرض السرطان بعد رحلة عذاب طويلة وسابت طفلين فطبعا هو بيتساءل مصلى كتير وربنا ما استجبش وليه؟ ليه أم تسيب طفلين؟ وليه زوجة شابة تسيب جزها في الوقت ده؟ وليه ربنا اللي بيحبنا يعزب الأربعة ويمكن في أطراف أخرى يعني هي تعزبت في المرض جزها تعزب معها الطفلين تعزبوا بالحرمان يجوز أهلها كمان ما ذكرهمش سؤال ده طبعا سؤال ممكن يتسبب عند بعض الناس في أن هم يشكوا في وجود الله أو يشكوا في رحمة الله وطبعا السؤال ده لم يخفلوا الكتاب المقدس بدليل أن احنا عندنا سفر كامل سفر أيوب بيناقش القضية دي لأن أيوب مش فقط زوجته ده أيوب فقط كل أولاده وفقط أيضا ممتلكاته وفقط صحته وكل ده في نفس الوقت بشكل يعني وراء بعض كده فالسفر بيناقش قضية حقيقية واقعية لألا البعض يفتكر أنه دواعز وكلام لا ده واحد كلنا سمعين به ويقول القديس يا عقوب في العهد الجديد قد سمعت بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب العاقبة يعني إيه النهاية أو المكافأة اللي في الآخر طبعا السؤال ده محير ليه؟ لأننا لما نكلم عن ربنا الطيب قوي ونحط في الناحية التانية الآلام الشديدة قوي على الناس فعلا بيبقى مصلحة الفكرتين أحيانا صعبة منين طيب قوي؟ وأغلب الناس حتى اللي بعت السؤال هو لم يفقد إيمانه هو بيقول يعني أنا عارف أن ربنا طيب هو ما زال إيمانه سابت لكن مش عارف يصطلح معه اللي شافه أو اللي عدى به أو اللي أصاد عينه دلوقتي من أنه أطفاله محرومي من الأم فإحنا في الأول ما نتجهلش أبدا صعوبة الموقف قسوته شدته آلامه لأنه الإنجيل ما أنكرش أبدا أنه في العالم سيكون لكم ضيق وربنا يسوع ما وعدش أن الحياة معاه هتبقى كلها هنة وكلها سلام وسعادة وما فيش تعب لا ربنا يسوع ما وعدش بكده وبالتالي بداية ما نقدرش نقوله أنت غلطت في وعدك أنت ملتزمتش بكلامك لكن لو واحد قالت ما هو قاله طلبه تجده وأنا طلبت ما لقيتش سأله طعطه قرأوا يفتح لكم ده أنا قرأت لما كسرت إيه والحياة لو فهمت كلام المسيح ربنا يسوع لما كان بيقول لنا اطلبه هتلاقه ما وعدش أن احنا هنلاقي نفس الطلب بالظبط ليه؟ وده مش هروب على فكرة من الآية أو يعني بزوخ من الكلام لا لأن افرد واحد طلب حاجة تأذيه افرد واحد طلب مثلا زي إليه خد نفسي خد نفسي وانت يأس وغضبان هتموت كده تهلك إذن ربنا ما سمعلوش طب ده إليه وقال له يا رب خدني بس ما خدوش فأحيانا الطلب ما يكونش لمصلحة الواحد هيجي واحد يرد علي طبيعي يقول لي يعني طلب شفاء أم معها طفلين وإنسانة نقية وبتاعة ربنا ليه ما يكونش مصلحة ندخل تاني في ليه بدل عمالين نقول ليه ليه ألم ليه مش مصلحة ليه ربنا ما بيستجبش نراجح حقيقة الأول هامة ليه نحنا كمؤمنين إنه ما أبعد أحكامه عن الفحص ما ينفعش إن أنا أحبت نفسي مطرح ربنا وأحسبها بطريقتي وأقول له هي ما تتحسبش غير كده ولو عمل غير كده أقول له أنت غلطان في أحكامك لا هو مش غلطان في أحكامه الأسهل والأجدى والأعقل إن أنا أقول له مش فاهم يا رب مش فاهم اللي أنت بتعمله يا رب فوق عقلي أنا حسب تفكيري أقول لك خلي الست دي لعيالها يتمتعوا بيها كأم أنت شايف إيه وإزاي ممكن يكون متهقوا دخولها السماء في الوقت ده مصلحة الحقيقة الكلام هنا مهما تكلمنا فيه أنا عارف إن اللي إيده في النار أو في يعني مش زي اللي إيده في المية يعني فالمتألم جدا أحيانا المنطق ده ما بيريحوش بس أنا بقول اللي قاله الإنجيل ما أبعد أحكامه عن الفحص حكيلكوا حكاية كنا من 30 سنة كده كنا بنعمل درس كتاب مجموعة كده يعني كنا في الجامعة وبعدين وقفنا عند جامعة ثلاثة آية حيارتنا كده بتقول إيه جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية وفضلنا نقلبها كده ونقشها يعني إيه الأبدية في قلب الناس اللي من غيرها محدش يقدر يفهم اللي بيعملوا ربنا يعني اللي مش جواء فكر الأبدية إحساس الأبدية طعم السماء ما يعرفش يفهم ربنا بيعمل إيه دارت الأيام وتخرجنا وكان في واحد من الأعداء دول بقى دكتور أورام في أمريكا ودكتور كبير وبعدين حكيلي بقى بعد ما جيه مرة بعدها بقى بعشرين سنة قال لي أنا في قسم طبعا حساس جدا لأنه يعني في الحالات المتأخرة قوي وقال لي داخل قوضة مريضة وشفت منظر طفلتين ركعين جنب السرير بيصلوا لمامتهم بس أنا دخلت أطمن عليها لقيتها ماتت فقال لي أنا في اللحظة دي قبت غضبان على ربنا عملوش دعو بالمريضة لكن هو يعني كإنسان تفاعل مع الموقف يعني أنه ليه طيب كده ده العالة الصغيرة دي عشمانة فيك يا رب قال لي ما أنقذنيش من الإلحاد إلا الآية اللي كنا قاعدين نتخانق عليها من عشرين سنة جعل الأبدية في قلبهم إيه بقى اللي أنقذوا أو إيه المفهوم اللي الآية بتقوله اللي ممكن تريح الواحد ولو بشكل نسبي في مواقف صعب وزي كده بما أن في حياة أبدية والحياة الأبدية دي معناها إيه حياة حقيقية الناس عايشة مع بعض ومع ربنا مش مئة سنة ولا ألف سنة آلاف السنين في حياة لا تنتهي والحياة دي موعود دين بيها إنها حياة كلها فرح سلام بر لا في وجع لا في صراخ لا في مرض لا في خطية ما فيش أي حاجة وحش الأبدية دي اللي ملهاش آخر العمر اللي إحنا عايشينه اللي ما يجيز زي نقطة في بحر بالنسبة له هو اللي بيحددها بيحدد دخولها وبيحدد درجتها وبيحدد مكانة كل واحد فيها لو هي لو يوم تعب هتصور كده بلغتنا بقى لو يوم تعب أصاده ألف يوم راح لو يوم تتعب قوي وبعدي ألف يوم من المكافآت تقبل التعاقد ده ولا ما تقبلوش هتقبله لو أنت تأكدت إن ده يوم يخلص وأصاده ده كل لكن لو أنت بصيت على اليوم بس ومش شايف غير إن اليوم اللي أنت تملكه من أوله لآخره هيبقى كله تعب وغلب هتقول لأ أنا مش قابل كده يبقى الأبدية هي اللي هتخليني أحتمل الزمان أو اليوم الأبدية اللي أنا مش شايفها بس في قلبي لأن الحس الإنساني بيقول فيها يا أبدية مش بس الإعلان الكتابي مش بس المسيح جاي يقول الملكوت مستنيكم ده وعد ربنا وهو مالك السماء مش مالك الأرض وإحنا كل يوم نقول ليأتي ملكوتك زي السماء كذلك على الأرض إذن جاء على الأبدية في قلبهم التي بدونها ما يقدرش الإنسان يفهم ربنا بيعمل إيه طبيعي الواحد هيقول له ليه بتعمل كده ده ده كده ظلم ده لو بصيت على اليوم بس لكن لو بصيت على الأبدية كلها لقيت مثلا هقول تصور أن هذه الأم دخلت السماء في مكان عظيم وولادها ربنا حفظهم وحصلوها في السماء ونسيوا كالوجع نسي واجع الترمل بتاع الزوج ونفسي واجع اليتم بتاع الأطفال وهي نسية واجع الألم والمرض والدواء كل ده تنسى وعاديين فرحانين في السماء آلاف السنين وكان الوقت ده المر ده هو الضرورة للوصول للمكان ده ساعاتها وإحنا في السماء لو قلنا لهم لسه زعلانين من ربنا ولسه شايفينه غلطان في اللي عمل تفتكروا الإجابات بقية لا يمكن إلا هيقوله ومن كل قلبهم مستحق لك المجد والكرامة والعزة إلى الأبد لأنك انت اللي عملته رب هو اللي جابنا هنا واللي اخترته لنا كان الطريق الوحيد لوصولنا للسماء فبالتالي لما كتاب يقول ما أبعد أحكامه هو ده مش زوغان من السعال لأن دي حقيقة لأنه ما أقدرش أفهم ربنا بمخي المحدود إذا كان العلم مش فاهمينه كله إذا كان الخلية البشرية ما زالت مش جايبين أخرها إذا كان العالم الفلكي ده كله مش شايفين أخر كام وكام اللي عمل ده كله لما يقول أشعيه مثلا كما علت السماء عن الأرض علت أفكار عن أفكاركم وطرقكم عن طرقي وبالتالي ما ينفعش إن أنا أقوله أنت غلطان لا الأفضل أقوله أنا مش فاهم يبقى فرق المؤمن عن غير المؤمن إنه غير المؤمن بيقوله رب أنت غلطان ده معناه إنه افترض إن عقله هو الحكم فعقله قاله ربنا غلطان إنما المؤمن مسلم إن ربنا ما بيغلطش فبيقوله مش فاهم مش فاهم ليه عملت كده فاهمني وهنا كلمة فاهمني دي بقى جميلة وسفر أيوب على فكرة بينتهي بالكلمة دي إن أيوب بعد ما كان مفترض إنه فاهم فمستغلط ربنا في آخر السفر يقوله وصلت للي أنت عاوز رب أنا مش فاهم فاهمني أنا أحط رأسي في الأرض وقولك أنا مين عشان أحكم عليك في أحكامك أنت مبتغلط وأنا مش بشك في حبك إنما ساعدني أفهمك هنا ساعات المسيح يرد الرد اللي قاله البطرس لما قاله إيه لست تفهم بعد ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد لو تصورنا واحد زي موسى النبي موسى النبي كان متربي كويس في بيت فرعون وطبعا تربية الفرعنة في زمانهم كانت تربية رأية حضارة وعلم وفروسية وزكاء فطبعا ده راجل محترم 40 سنة يقدر يمسك نفسه إنما غلط غلطة يعني مش ناقمش ما تجيش خالص في وقتها إنه يعني دخل فيه صلح كده بين واحد مصري وواحد يهودي أمسك المصري موته موضوع كبر قوي بشكل يعني كان ممكن يعدي وأصبح موسى متهم ومطلوب القبض عليه وبازد خالص حياته بعد ما كان ده هيبقى أمير مصر أو فرعون مصر قعد عليها 40 سنة راعي أغنام هربان أكيد في الـ 40 سنة 100 مرة يقول لنفسه لو كان ربنا موجود ساب نعمل العملة دي ليه أنا عمري ما موت تحد ولا عمري فتريت لأنه موسى يبان في شخصيته أنه هو عنده مبادئ من الأول لكن بدليل تعاطفه مع العبرانيين فليه حصل اليوم ده ليه عد علي اليوم ده اللي نكد علي حياتي وضيع مني كل حاجة ولا قدر أدخل مصر وعايش حتى تراعي خيبان غلبان في البرية وسنة ورا سنة ديني عجزت ونكر ومحدش عارفني وهو مش فاهم ليه حصل كتب وهو لا يعفي نفسه من مسئولية اللي عمله لكن نفسه يفهم ليه جرى ليه كتب وتمر الأيام يقابلوا المسيح في العليقة ويقولوا تعالى انزل مصر وتتبدل حياة موسى ويكتشف أن حتى الجزء الخطأ اللي من حياته اللي مرر حياته واللي لخبط كل أحلامه واللي بوز عليته محاطه تماما طلع أنه كل ده ربنا استخدمه وفي الجزء الأخير من حياته يبقى موسى يعني كلمة الله رئيس الأنبياء مخلص شعبه رجل الله شخصية مختلفة خالص لو ما كانتش الحادثة دي في أول حياته وما كانش الهوجة دي حصلت في أول حياته والبهدالة دي عدت عليه والاربعين سنة القصية بتوعة الأغنام والبرية ما كانش وصل لده كله هكذا حياة كل الناس بتوع ربنا كل واحد في حياته في مواقف ممكن في لحظة يقول يا ريت اليوم ده ما جه زي ما كان أيوب بيقول يا ريت اليوم اللي تولدت فيه ما كانش طلقته شمس أكيد يوسف في مرة من المرات قال يعني أبويا بعتني لإخواتي رحت أدار عليهم في المكان اللي قال لي عليه ما لقتهمش لازم أعمل فيها يعني شهم قوي وقعد أسأل راحه فين تم كنت روحت لأبويا وقلت له الحتة اللي بعتني فيها ما لقتهمش لأنهم فعلا المكان اللي راح عليه كانوا مشوا منه إنما اليوسف عمل فيها إيه خدوم قوي وفضل يدور 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 لغاية ملحقهم في دوسان هو لو ما كانش عمل الشغلة دي الساعة دي كانت حياته كلها اختلفت لو كان رجع لأبوه وقال له يا بابا ما لقتهمش كانش حصل أي مشكلة بالنسبة اليوسف تواجه حبيبي ما حصلش حكا يرجعوا بالسلام وتاني يوم اللي في نفسه اليوم يرجعوا وكانت عدد إنما أو تصرف هذا السازج اللي المفروض أساسه أخلاق عليها إنه يعني ما حبش يعني يطلع صغير إنه رايح لهم يجيب لهم شوية أكله وبتاع ما يلاقيهمش فضل يدور غاية ما يوصل لهم يوميها بقى إيه يعني غاروا منه وحسدوا ورموا في البير وبعد إن بعوا واتبع في مصره ورجعوا لأبوه وقالوا لهم ماتوا عليها عشرين سنة بهدلة عشرين سنة سجن بالأول عبودية وبعدين سجن وبعدين عار وبهدلة وحيا قاسية جدا وحرمان من أبوه عقوب بعد حرمان من أمه رحيل إيه ده كله ده ليه ده كله هنا تيجي سؤال ليه ليه رب خدت أمي وأنا طفل ما هو يوسف ده أمه ماشي راحت وهو طفل وليه كمان خدت أبويا مني وأنا شاب في الوقت اللي أنا الوحيد اللي بصلي وإخواتي كلهم بيصلوش الوحيد اللي ماشي صح وبحفظ نفسي من النجاسة في الوقت اللي أنا عارف إن أخواتي ميفرقش معهم كده تمر الأيام ويتجاوب على سؤال ليه ويكتشف أن ربنا محضر له حاجة كبيرة قوي وتتبدل كل الأحداث ويطلع يوسف ده كان لازم يعدي على ده كله وينتهي نهاية مجيدة جدا لأنه مخلص جيله كله بالحكمة اللي ربنا ادهاله وكاتل أيام الصعبة ضرورية لتكوين هذا العملاق اللي يعني أدار مصر والعالم بحكمة عالية جدا في زمن قديم جدا ما كانش فيه لا إدارة ولا تعامل مع الأزمات ولا المجاعات ولا الكلام أولا هنا ربنا وعد إنها مش أعلى من الاحتمال ووعد وعد تاني إنه لازم يسند فبيقول لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون ويعطي مع التجربة المنفذ كي تستطيعوا أن تحتملوا فأنت هذا اكتشف أنه بالرغم من شدة التجربة إنه فيه إيد شيلك وكل اللي تجربوا تجرب شديدة يعرفوا معنى الجملة دي إنه فيه إيد معاهم شايلهم يوم بيوم وساعة بساعة ومهونة عليهم مش بتلغي الوجع مش بتشيله مش بتشطب عليه لا هو موجود وفيه شدة تجربة لكن مخففة كتير قوي ومع الإيد اللي بتخفف قوي دي فيه منفذ يعني إيه فيه أخبار حلوة بتيكي فيه تعزيات بتيكي فيه تطوير بيحصل في حياة الواحد فيه اقتراب من الله بشكله وبآخر فيه نتائج حلوة بالرغم من الأحزان فيه أيام بتتقضى على خير وفي الآخر الغرض الأساسي اللي يمكن احنا نخفل عنه هو ده اللي محفوظ في السماء ان احنا نتلم كلنا في السماء ونتعوض عن كل الأوجاع اللي شفناها تعبير الكتاب الحلو يمسح الله كل دمعة من عيونه يعني كل دمعة كل وجع ربنا أمين انه يمسحها ويخفف كل الأوجاع وينسينا كل الهم والوجع ده كل أضيف حاجة تاني بالنسبة للمتشككين ربنا لأنه عارف القضية دي بالذات من أخطر القضايا المعقدة لأنه فكرنا ساعات ما بيجيبش طبعا حكمة الله لأن الكلام بالحكمة مش هيجيب مع الناس فربنا اختار يجي الدنيا يتألم يشاركنا الألم ويعلب ألمه فوق ألمنا لأن ربنا بيقول لنا أنتو مش هتفهموني في كل حاجة لكن الرسالة الأساسية اللي عاوز أقولها لكم أنا بحبكوا قوي والألم اللي بدهلكم مش معناه أني مش بحبكوا ده الألم اللي بدهلكم ده ده جزء من حبي ليكم زي وزي بقية البركات اللي في حياتكم بأمارة أننا هاجي الدنيا أعيش معاكم واخد كل الألم دي على نفسي هتولد فقير هعيش مرفوض هاخد فترة هربان من الدنيا هشتغل شغلة على قدي في ناس كتير هتكرهني وتنتهي حياتي بأصعب موتة ممكنة وأصعب درجة آلام ممكنة في تاريخ البشرية هتظلم ظلم ما فيش إنسان في وجه الأرض عبر التاريخ هيتظلمه وكل ده عشان أقول لكم إيه لو معرفتوش تجاوبوا على سؤال ليه على الأقل وبصوا على الصليب لأنه بدل ما تشكوا أن أنا بحبكم ردوا على نفسكم بالصليب وقولوا ما هو ما ينفعش برضو يكون اللي بيعملوا فينا عشان مش بيحبنا وبعدين يعمل ده كله عشان ما ينفعش ده يمشي مع ده يبقى بيحبنا ويبقى سؤال لسه مش فاهمين بيعمل كده ليه مش بس كده لما نناقش قضية المفاجآت الصعبة اللي في حياتنا أو الألام والأمراض والأوجاع والحرمانات والمتاعب النفسية ندخل في نقطة تاني كلكم جربتم إن الحياة السهلة خطر روحية لأنه كتير من الناس ضعت لمجرد إن حياتها سهلة لكن كل اللي جربوا الحياة الشقة اللي فيها إحباطات وفيها مشاكل وفيها هموم معانا إحنا أولاد ربنا بتدفعنا دفع للصلاة بتزقنا زق من الباب الدايق اللي بيدخل السماء يجوز ما كناش هنصلي كويس لو كل حاجة ماشي سهل يجوز الوجع والمرار اللي جوانا خلانا نصرخ لربنا والصرخ ده بيغير في قلبنا وبيغير في مصرنا يجوز لو ما كناش حسينا بالأوجع دي ما كناش عندنا حنية عن ناس كلها إنما اللي بيرقع القلب وبيضبط المشاعر هو أن الواحد يكون اكتاز المرار ده كله لكن الإنسان اللي حياته كلها يعني فسح وبهرجة وشهوات وملزات هو الحقيقة إنسان فاضي ورخيص وملوش قيمة جبيرة قيل عن المسيح له المجد تعبير جميل لرجل أوجاع ومختبر الحزن يعني إيه لما تلاقي نفسك حزين قوي اعرف إن أكتر واحد خبرة في الحزن المسيح نفسه شويل لما واحد يقول لك روح لمجرب ما تروحش لطبيب طبع الطبيب كويس لكن المجرب أحيانا اللي تجرب يعني أو اختبر يكون أهم من الطبيب في وقت اسأل مجرب ربنا يسوع روح اسأله الحزن صعب يا رب يقول لك صعب قوي يا ابني لأنه قال نفسي حزينة جدا حتى الموت الظلم صعب صعب يا ابني المرار صعب صعب الصليب صعب صعب قوي طب أمه قال إيه؟ قال معلش بعد الصليب في قيامة وبعد الحزن في فرح وبعد الموت في حياة أبدية والسكة كده السكة ملهاش بديل هي السكة كده فأنت ما تتخضش من السكة دي لأنه ما فيش سكة للسما غير كده وربنا هو اللي عمل السكة وهو اللي حسبها إزاي توصل السكة دي للسما برضو معنى آخر نضيفه هنا المتألمين عموما بيتكسر كبرياءهم الإنساني من أوحش الدربات اللي البشرية مضروبة بيها أن الإنسان وهو صورة الله بيتنفخ ويظن نفسه هو الله ودي من أول سفر التكوين لما الشيطان جاي قوله إيه حوة هتصيران مثل الله فالنفخة الكدابة دي أو الإحساس بعدم الاحتياج لله والافتخار والتعالي ده مضروب يعني بين ناس كلها تقريبا مين اللي يفوق البني آدم مين اللي يكسر كبرياءه إيه الحاجة اللي تخليه يستعيد تاني تذكره لضعفه وعجزه وأصله الترابي ومحدوديته التجارب والألام لما بتنزل على الواحد بيفوق وبيعرف إنه ضعيف قوي بولس الرسول عبر عن تجربته بالطريقة دي لأنه واحد زي بولس هو كده كده تعبان في الخدمة فيعني اللي زي بولس ده محتاج مرض ما هو كده كده ما بينامش وما بيأكلش عمال يجري يمين وشمال يخدم ويبشر فيعني مش محتاجة رب ألام ده هو قال في الميتات مرارا كثيرة وفي الأصفار وفي الأصوام إنما ربنا قال لا معلش برضو محتاج حتة تاني طب ليه يا رب هو بولس بقى فيهم بالروح القدس قال لألا أرتفع من فرط الإعلانات وعطيت شوكة في الجسد ملاك الله ليلطمني ومن جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي كفاية النعمة اللي عندك فكل واحد مجرب عنده نعمة عنده نعمة ممثلة في قلبه وعنده نعمة في حاجات حواليه هو باش شايف الخسارة يبني تكفيك نعمتي ما أنت عندك حاجات كتيرة حلوة برضه وعندك نعمة جواك الروح القدس بيعزيك ويسندك وعندك نعمة أن ربنا بيحضرك للأبدية فتكفيك نعمتي اقبل اللي انت فيه اشكر عليه احتمله اتصبر في زمان غربتك لأنها أيام معدودة وسريعا ما تنتهي لكن العبرة بالنهاية في الآخر يطرى بعد الرحلة دي كلها هيبقى الواحد داخل كده ايه يقال عنه في السماء زي الرؤية هؤلاء هم الذين قد أتوا من الضيق العظيمة هم دول اللي بدخلوا السماء قد أتوا من الضيق العظيمة وقد بيضوا ثيابهم واسلوا ثيابهم في دم الخريب الخروفة هنا مش كل الناس هتدخل من الضيق العظيمة إذن لما تبقى الضيق شديدة اعرف ان ربنا مختارك للسماء وده يفرحك وده يخليك تقبل الصليب بتاعك لأن فيه ناس كتير عايشتيها مش عارفة صليبها إنما ربنا كان واضح وقال اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه ويحمل صليب ومناسبة إنكار النفس النفس ما تحبش التعب فإنكار النفس معناها قبول التعب وقبول الألم لأنه ده يتعارض مع الزات أو النفس العادية كل واحد عاوز يرتاح عاوز ينام عاوز يتهن لكن إنكار النفس معناه أنا أنكر على نفسي الراحة وأنكر على نفسي المجد الباطل والكرامة وأقبل أي شيء من أجل حمل الصليب وتبعية المسيح ربنا يسند كل المجربين ويعطي استنارة لكل المجروحين عشان يفهموا حكمة ربنا وفي الآخر يدينا كلنا إيمان وتسليم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده ربنا ما بيغلطش في أحكامه ربنا عارف بيعمل إيه كويس قوي خلينا نغمض عينينا ونمشي ورا ربنا ونقول له إيه سوء يا رب وإحنا وراك لغاية السماء وإلى لقاءات أخرى من سؤال محيرني ابعث أسئلتان لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة